ديون العسكرية اللي كانت مليار دولار السبعمائة مليون دولار كانت ديون مصنع وهي سددت نفسها من ريع الانتاج نقدر نقول بالكلام ده ايه ان حرب اليمن لم تتحمل مصر تكلفة عشان بيقولك حرب اليمن خربت مصر ده ابرده من الكلام اللي بيتقال لكن بيتقال ان الجيش المصر اتورط في مكان ما كان يجب ان يكون موجود فيه و احنا خسرنا 5200 واحد الان الخسارة الحقيقية 5200 واحد لكن خسارة مادية فلوس لما تشوف الخمسمائة مليون روبل اللي هما اسقطوا عن مصر والمليار مليار دولار او مليار روبر اللي احنا ما دفعناهمش دي اعلى من تكاليف حرب اليمن بعد 67 اعطينا في الشهور الاولى السلاح مجانة يعني السلاح اللي جاءت عواض عن هزيمة او ناكسة 67 جاء الينا ما دفعناش ثمنه لحد النهاردة برضو فالحرب اليمن برغم انها بتنتقد وبيتقال عليها ما كان يجب ان نذهب اليناك لكن كان لها بعض الاجابات لا احد ايضا يتكلم عنه رقم واحد فرضنا سيطرتنا كاملة على البحر الاحمر جسر جوي من القاهرة الى صنعاء جسر بحري من السويس الى الحديدة الطائرات والسفن المصرية بتمر من خلال السفن الامريكية اللي كان بعدها متمركز في جدة ولا احد يستطيع او يجرؤ ان يعتر السفينة او طائرة مصرية ساحل البحر الاحمر من شماله الى جنوبه كان بحيرة مصرية خمس سنين ما حد يتكلم عن كلام ده لا الكلام كله على ان حرب اليمن خربت مصر تحولت اليمن الى دولة مش صديقة ده دولة متحلفة كمان مع مصر لما جينا افلنا باب المندب سنة تلاتة وسبعين القطع البحرية المصرية برضو كلام ده لازم يتسجل لم تكن كافية فشاركت معها قطع بحرية من اليمن الشمالي واليمن الجنوبي اليمنين اليمن الجنوبي ممتن لانه لما رحنا اليمن في فترة من اثنين وثنين لخمسة وثنين كنا احنا اللي بنبعت لهم السلاح ونبعت لهم الدعم فاليمن الجنوبي استقل بيعتبر ان مصر لها فضل في استقلاله فكان بيرد الجميل سنة تلاتة وسبعين فاليمن الجنوبي مع اليمن الشمالي مع القطع البحرية المصرية قفلت باب المندب سنة تلاتة وسبعين حاش بيكلم عن كلام ده الكلام كله على حرب اليمن خربت مصر يا سادة كل شيء له ايجابياته وله سلبياته ويمكن الايجابيات اكبر احنا خسارة الحقيقية من وجهة نظر هي الـ 500001 المواقع بقى يقول 15000 و20000 ده الكلام مش سليم احنا خسارنا في اليمن 5200 خسارنا 67000 خسارنا 15000 شهيد خسارنا في 73000 حوالي 5000 تقريبا خسارنا في الاستنزاف تقريبا نفس العدد ده خسارنا يعني ابو السلاق اتصفح بعد المواقع يقولك مصر راح منها في اليمن 15000 و2030000 وكلام من ده دي الخسارة الحقيقية لكن مصر فرض سيطرة الكاملة على البحر الرحمن مصر كان النظيمة الحكم اللي جات بعد كده كلها كانت موالية لمصر البحر الرحمر تحول الى بحيرة مصرية حاجات كتير جدا جدا لكن انا شايف ان المشكلة الرئيسية غير الشهداء كان التوافقات مع السعودية كنا ناجب ان اتوافق مع السعودية كنا محتاجين نبزي المجود اكبر عشان اتوافق مع الملك فصل في هذه المرحلة لانه كان الان الان من تواجد المصر في اليمن دي يمكن دي المشكلة السياسية الوحيدة طيب انا عايز يعني برضو اسألك دكتور على دايما يتهم عصر عبدالناصر بانه عصر اشتركوا في القناة